أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإيادة أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة في التالي استعداد لفروض الدورة الثانية وبالضبط الفرد الأول للدورة الثانية بالنسبة للمستوى الرابع هنشوفوا نموذج للفرد الأول للدورة الثانية بالنسبة لمادة اللغة العربية للمستوى الرابع فروض المرحلة الثالثة يعني الفرد الثالث في سنة بالنسبة لمادة اللغة العربية للمستوى الرابع النموذج أعلقه على شكل بدأ في صندوق الوصف باش تستبدو من النموذج وتخدموها ومن بعد شوفوه التصحيح وقبل ما ندعو شكراً للتعليقات وزوينا لديكم لك تخلونا ولك تخلينا مستمرين في قناة وحد موفق للجميع إذن نبدأ على بركة الله والسؤال الأول استخرج من النص مثالاً لكل نوع إذن فعل مضارع منصوب فعل مضارع مرسوم إذن نحن في الفيديو اللي قبل شفنا الجزء الأول اللي شفنا فيه مكون القراءة وشفنا فيه كذلك صرف تحويل عن كل من باقي المكونات ومنع النار غمو التراكيب والإملاء والتعبير قتالي إذن بالنسبة للسؤال الأول استخرج من النص مثالاً لكل نوع إذن نحاول نرجع النص ونستخرج فعل مضارع منصوب وفعل مضارع مرسوم إذن هذا هو النص اللي قرينا قبل واللي خدمنا لقراءة دياله خدمنا مكون المقرؤ إذن بالنسبة أو فهم المقرؤ إذن بالنسبة فعل مضارع منصوب إذن ليبحث إذن لي أداسنا نص بيبحث فعل مضارع منصوب إذن لكنهم لم يجدوا شيئاً رجعوا إلى أبيهم وقالوا لم إذن لم هنا أداس جزم وهنا فعل مضارع منصوب بحتف النون إذن لم نجد كنتر إذن نكتبه ليبحث ونكتبه كذلك هنا بالنسبة هذا فعل مضارع منصوب ونكتبه لم نجد فعل مضارع منصوب إذن نكتب هنا فعل مضارع منصوب ليبحث إذن هنا نعمل الكسرة بشبال لكم ونخصنا ضروري إذن نعمل أداة النصب إذن بالنسبة لأدد نصب هنا هي بالنسبة يبحة إذن بالنسبة هنا أدخلوا إلي أداة النصب لكيقولل فعل مضارع يعني عادة منصوب يعني سكون عندنا الفسحة فلاخر إذن لي لم يجد أو لم نجد إذن لم نجد إذن לאurity إذن عندنا لم نجد إذن هنا كثرة ونخصن بينه أن فعل مضارع مزوم بالسكون إذا كنت تكون عنده السكون في الأخر إذن هنا بالنسبة للدال هنا في المدارع مزلوم بالسكون لم نجد نعم إذن سأقول السؤال الثاني اجعل مفعول به ضميرا كما في المثال إذن هنا نكش الفلاح الأرض إذن عن تبع المثال نكشها الفلاح اللي هي الأرض إذن هدها ضمير متاصل مبني في محل نصف مفعول به إذن نكشها ضمير متاصل في محل نصف مفعول به أو في محل نصف مفعول به أو في محل نصف مفعول به وصّى الفلاح الأبناء إذن فيما هو المفضل به هو الأبناء أنعوده بضمير متصر إذن هنا الأبناء جمعا نقول وصّاهم الفلاح إذن نكتب وصّاهم الفلاح وصّاهم الفلاح وهنا كي يبقى عندنا بالنسبة بالنسبة هنا يا الفلاح فاعل مرفوع به الضمّة الظاهرة على آخر إذن وصّاهم الفلاح إذن وصّاهم الفلاح إذن سقل الصانع الخزفة إذن سقل الصانع الخزفة في نوع المفضل به هو الخزفة إذن سقل الصانع الخزفة نعودها بضمير إذن نقول سقله الصانع سقله الصانع إذن سقله إذن صاد سقله الصانع سقله الصانع إذن هنا يا بالنسبة عودنا الخزفة برهاء ضامير متصل ثقله الصانع ثقله الصانع وبالنسبة للصانع فاعل مرفوع بالضامة الظاهرة على آخره إذن عشوفو بالنسبة شذب البستاني والأشجار إذن شذب البستاني والأشجار الأشجار مفعول بي منصوب إذن عودوها الضامير عن قوله شذبهم البستاني ولهما الأشجار يعني جمع إذن شذبها شجرة ولكن الأشجار عندنا جمع إذن أقوله شذبهم البستاني شذبهم البستاني شذبهم البستاني وبالنسبة البستاني فهو فاعل مرفوع وبالنسبة دائما كنقوله مثلا هناي الهاء ضامير متصل ثقله الهاء ضامير متصل مبني في محل نصر مفعول به والصانع فاعل مرفوع بالضامة الظاهرة على آخره هنا عشون عودنا عودنا المفعول به بضامير إذن عدتقلوا السؤال الثالث استخرج من النص جملة بتوافق الترسيمة إذن من النص نخرجوا أداة جزم فعل مدارع مجزوم ومفعول به منصوب إذن نرجعوا النص ونستخرجوا هاد الجملة إذن هاد هو النص إذن شنو قولنا لم لم أداة جزم نجد فعل مدارع مجزوم بالسكون لم نجد نحن والفاعل ضامير نص ستقدروا نحن كنزا إذن كنزا مفعول به منصوب بالفسحة الظاهرة على آخره إذن هذه هي يعني موافقة للترسيمة إذن رجعوا ونكتبوها إذن هنا عندنا أداة جزم هي لم نكتبو هنا لم فعل مدارع مجزوم لهو نجد إذن فعل مدارع مجزوم لهي نجد إذن نجد إذن أن نبين السكون مفعول به منصوب كنزا إذن كنزا ونبينو أداة النصب كنزا إذن فعل مدارع منصوب بالفسحة الظاهرة على آخره نتق خلو السؤال الرابع الإعراض أعرف الجملة التالية كي يزرع الأرض إذن كي إذن ماذا كي تعرض أداة نصب إذن نكتبوه أداة نصب أداة إذن نكتب أداة نصب أداة نصب إذن هنا بالنسبة أداة نصب كتعرض عند إعراض آخر اللي حسب أشنشوسه هي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراض ممكن تكتبوه هذا الإعراض ولا يعني تكتفيه بأداة نصب يزرع فعل مدارع إذن بدل بالإعراض فعل مدارع منصوب فعل مدارع إذن دخلت عليه منصوب بكي وعلامة نصب إذن فعل مدارع منصوب بكي وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وممكن نزيد الفتحة الظاهرة على آخر الفتحة الظاهرة إذن عمشو بالنسبة كي يزرع إذن والفاعل والفاعل ضمير إذن هنا عمنا نكتبوه والفاعل إذن ضمير مستتر ضمير مستتر تقديره 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 إذن كي يزرع هو تقديره هو إذن هنا هذا هو الإعراب لكي يزرع إذن هنا إذن عمشو بالنسبة الأرض إذن عمليكم هنا واحد سهم حيث ما كفعنيش هنا باش نعربو الأرض الأرض مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر بالفتحة الظاهرة على آخر الظاهرة على آخر على آخر نعم إذن هذا هو الإعراب بالنسبة كي يزرع الأرض إذن الأرض مفعول بمنصوبة فسحة الظاهرة على آخر انتخلوا الإملاء إذن أكمل بكتاب الهمزة المتوسطة المناسبة بالنسبة لقاعدة الهمزة المتوسطة سهلة الهمزة المتوسطة كان قارن الحرف كان قارن الحركة اللي فوق الهمزة اللي قبل منها وهناك تكون الغالبة الكسرة كتغلب الضمة والضمة كتغلب فتحة وفتحة كتغلب السكن أعرفتها بالطريقة عاد جيكم سهلة إذن بأس بأس حركة الهمزة السكون وقبلها فتحة إذن نأخذ حركة الفتحة اللي موافقة لها آلف همزة ونكتبوه بأس إذن بأس إذن هنا عاد تكون عندنا تكتب فوق الهمزة إذن هنا آلف همزة إذن يعني فوق الآلف فؤاد إذن حركة الهمزة هي الفتحة والحركة التي قبلها ضمة والضمة كتغلب الفتحة إذن هنا ستكتب فوق الواو لأن الضم تقابلها الواو إذن عمشوا عائشة إذن قبل حركتها بس هي القسرة وقبلها السكون وإذن بين القسرة تقابل السكون وحركة الكسرة هي أو الكسرة تقابلها اليا إذن ستكتب فوق اليا وعنقول عائشة نعم إذن هذا بالنسبة سؤال الهمزة المتوسطة إذن ننتقل إلى الهمزة المتطرفة أكمل بكتابة الهمزة المتطرفة المناسبة إذن الهمزة المتطرفة تكتف آخر كلمة وبالنسبة لقاعدة ديالة سهلة إذن كنشوفوا الحركة التي قبلها كانت قبلها فتحة تكتف فوق العلب كانت قبلها كسرة تكتف فوق اليا كانت قبلها سكون تكتف فوق السطر كانت قبلها وو تكتف فوق ضمة تكتف فوق الواو إذن قرأ قبلها فسحة سنكسبها إذن فوق الألف قرأ إذن قرأ قرأ شاطئ شاطئ قبل عندنا كسرة إذن ستكسب فوق الياء وعنقلوا شاطئ إذن بالنسبة هنا يشنع عندنا عبء إذن قبلها سكون إذن سنكسبها فوق ماذا؟ فوق السطر إذن لأن قبلها سكون إذن سألنا السؤال الثاني ننتقل إلى السؤال الثالث أعلي غصب الهمزة فيما يلي رئة يسأل مساء يؤذن رئة كتبناها فوق ماذا؟ فوق الياء لأن حركة الفسرة هنا بالنسبة هنا يسأل إذن هنا همزة متوسطة هنا كذلك هنا عندنا همزة مساء همزة متطرفة إذن نشوف تعليل بالنسبة لكل تعليل رسم الهمزة بالنسبة رئة كتبت فوق الياء لأن قبلها فتحة وحركة الهمزة حركة قبلها كسرة وحركة الهمزة هي الفتحة وقبلها كسرة إذن وقبلها كسرة إذن هذا بالنسبة الأول إذن حركة الهمزة فتحة وقبلها ماذا؟ وقبلها كسرة إذن عمشوا بالنسبة يسألوا إذن يسألوا عندنا هنا حركة الهمزة فتحة وقبلها سكون يعني كسبناها فوق الأليف لأن الفتحة تغلب السكون إذن حركة حركة الهمزة حركة الهمزة فتحة حركة الهمزة فتحة وقبلها إذن حركة الهمزة فتحة وقبلها ماذا؟ وقبلها سكون وقبلها سكون وقبلها سكون إذن هنا بالنسبة المساء مساء هذه همزة متطرفة كتبت فوق السطر لأن قبلها سكون ميت لأن قبلها سكون ميت سكون ميت نعم إذن عمشوا بالنسبة يؤذن إذن حركة الهمزة الكسرة إذن هنا بالنسبة يؤذن حركة الهمزة الفتحة وقبلها ضم عالش كسبناها فوق الأول لأن الضم كتغلب الفتحة حركة الهمزة حركة الهمزة ماذا؟ فتحة وقبلها وقبلها ماذا؟ إذن حركة الهمزة إذن حركة الهمزة فتحة وقبلها وقبلها ضم وقبلها ضم إذن سألنا بالنسبة السؤال الثالث ننتقل مباشرة إلى التعبير الكتابي ورتب إحدى نص القرائي حسب تسلسل هافي إذن عودة الأبناء إلى أبيهم باحة أبناء عن الكنز وصية أب لأبنائه الأول حاجة إذن هي أن الأب جمع أبناء أول حاجة حتى جمع الأب ماذا أبناءه إذن ثاني حاجة إذن بحث الأبناء عن الكنز إذن بحث الأبناء عن الكنز إذن ثانية إذن بعدها عودت الأب أو عودت الأبناء إلى أبيهم إذن لم يجدوا الكنز فعادوا إلى أبيهم ورابعا هي وصية الأب للأبناء أن يحافظوا على الأرض إذن لأنها كنز تامين إذن بالنسبة تعبير كتاب الجزء الثاني هنا أتخيل أحداثا جديدة للنص وأكمله بالإسترشاد بما تعلمته في مهارة تكملة نصا لي إذن نريد أن نكتب تعبير كتابي ونخدمه خليه في التعليقات أتمنى لكم حظ موفق شكرا وإلى اللقاء